مصر طبعا المنتخب هيختتم تصفيات الأمم الأفريقية بكرة في لقاء مع بوتسوانا في ختام لقاءات هذه المجموعة في التصفيات اللي نهاياتها هتتلعب في المغرب ديسمبر 20-25 إن شاء الله التأهل تم في معظم المجموعات يعني هنلاقي تونس وجزر القمر في المجموعة الأولى تأهلوا المغرب والجابون في المجموعة الثانية مصر وينتظر المين يتأهل معاها موريتانيا ولا بوتسوانا نيجيريا من المجموعة الرابعة الجزائر وغينيا الاستوئية في الخمسة السادة فيها أنجولا السابعة الكودوفار وزنبيا التامنى الكنغو الديمقراطية التاسعة مالي الكاميرو المزنبابوي عن المجموعة العاشرة وعن الحداشر جنوب أفريقيا وأوغاندا تأهلوا والسنغال وبركينة تأهلوا على المجموعة الاثناشر مفاجأة صارخة لا ترتيب مجموعة مصر زي ما حضراتكم شايفين غياب غانا في مفاجأة صارخة أول مرة بتاهل غانا بعد 21 سنة من التواجد دايما في البطولة اللي هي بتنافس بقوة مع مصر على الرقم القياسي في إحراز مرات الفوز بهذا اللقب لكن واضح أن الكرة مع البلاك ستارز بتتغير كتير مباراة المنتخب مع الكودوفار كان واحد من اللعيبة المجدين فيها جداً وصاحب الهدف والاستحق التحية طاهر محمد طاهر طاهر ما شاء الله بيقدم مردود مع المنتخب ومع النادي يستحق التحية عليه لعب عنده قدر عالي جداً من الرغبة والإصرار والروح العالية وعازل نفسه عن أي مؤثرات عكسية ممكن تشده أو تؤثر عليه بيتمرن كويس قوي واخد ثقة الميستر كولر واخد ثقة حسام حسن بيحظى أباش مهندس بتواجد مؤثر جداً دلوقت شوف تدريجياً كده تم دفع بمرموش من أم كيروش واستمر نجمه فيه تصاعد لحد ما ثابت أنه أحد ركائز مهمة جداً للعب المصري في أوروبا ومن ثم عنصر من عناصر المنتخب الأساسية نتمنى تكرار هذا الأمر حتى لو على المستوى المحلي يعني وكابتن حسام يعني لازم زي ما احنا أحياناً ننتخب نشيد لما تقلق طاهر ضمه وكاد فرصة فيه غياب نجوم الصف الأول وتريز جيه أنه يشوف عناصر جديدة ثابتة أن طاهر لعنصر يستعيد مستوى اللي توسمه فيه النادي الأهلي وجابه على أساسه ومن عناصر مهمة جداً في الكرة المصرية ودي بتقول درس لكل ناس ما تسيبش حاجة تحبطك اللعب ده فيه يوم ما اتغير وعيط نزل الملعب حتى رجله لمين وطلع بالشمال ما عملش حاجة دموع نزلت لكن كانت دموع الإصرار الإصرار على طب حوريكم بقى هو ده لما يكون كويس أحطه مصيري في إيدي أفرض نفسي على الجميع ونهارة طاهر بدأ جمهور الأهلي يتعلق به بدأ يشيد به بدأ يدافع عنه لأنه شاف منه الإيجابيات حتى فيه لعب جديد في الدفاع ربيعة بتاع سموحة بنيان قوي الناس كلها بتشيد به لو قدر يكرر نفس الأداء ممكن نقول منتخب والكورة مصرية هتكسب حد ما شفنوش يبل كده في منتخبات ولا ما حدش تذكر يعني صحيح إذن تكتشف أن والده بيقولك أنا سميته ربيعة على رامي ربيعة ما فيه فيه شبه على رامي آه فيه شبه وهو بيحب الأهلي يعني لكن عايزين نقول أن الأندية مزالت هي اللي شالها كورة مصرية على عكس أي مكان في العالم وإن كان ده يحدث فيه مثلا أسبانيا بس بتلاقي مرضودة على المنتخب الأسباني موجود قوي فرنسا نفس الشيء إنجلترا الدوري أقوى من المنتخب لأن فيه معظم التقلق عن طريق الأجانب يا رب كل الخير للكورة مصرية دعوة إلى الالتفاف حول الاتحاد الجديد نربي بقى رواسب في كل الاتحادات رواسب الانتخابات فكرة إن مين معايا مين ما كانش معايا دي ليه حسبات دقيقة جدا وساعة هنجلها وساعة فيه أندية بتبقى محرجة من المرشح وقفية ساعة ما عنداش معلومات كافية لكن في كل الأحوال من ينجح هو ممثل عن كل الأندية إيه اللي ويبهو معاه وليما قفوش معاه لصالح الرياضة المصرية موسيقى